تم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف البلجيكي الداعم للتهدئة والرافض لاستمرار التصعيد الجاري في قطاع غزة جاء ذلك خلال الاتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء بلجيكا أليكزاندر ديكرو وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية خاصة الوضع في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة على نحو مستدام وعاجل كما أكد المتحدث أن الاتصال تناول أيضا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وعلاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في ضوء تولي بلجيكا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي